اهلا وسهلا بحضرتكم وليومها كانت بتمتلك مجموعة صغيرة جدا من المجوهرات الشخصية وما كانت تهتم بشراء كتير من القطع المجوهرات النادرة او البرزة النفسها وده كان بسبب تناقض طبعا مع ارتباطها بالمجوهرات المبهرة لكن معظم اللي كانت بتبتديه من المجوهرات كان عبارة عن مجوهرات مقلدة وكان عندها بعض القطع الثمينة اللي كانت بتلبسها طوال حياتها لما فتحوا صندوق مجوهراتها لقوا جوا عدد من المجوهرات كان من بينها عقد من اللقلو كان مكون من 16 بوصة من اللقالق أهداها لها زوجها التاني لعب الجسبولي الأستوري جودي ماجيو كلال شهر العسل الأضو في اليابان عام 1954 ورغم أن زواجهم ما استمرش إلا 9 شهور بس إلا أن مارلين كانت بتلتدي عقد اللقلو ده كتير جدا وقالت أنه بيفكرها بالأوقات السعيدة اللي هي عاشتها كمان كان فيه صندوق مجوهراتها ساعة بلينكبين أهداها لها زوجها التالت اللي هو الكاتب المصاحي والمؤلف الشهير أرسل ميلر وهي ساعة كوكتيل من البلاتين بيرجع تاريخها لتلاتينيات القرن الماضي وتم ترسعها ب71 ماسة بيضة مستديرة واثنين ماسة بيضة مقطوعة بشكل بيميل للشكل البيضوي وكانت ساعة نسائية كلاسيكية مستوحاة من فن الأرت ديكور كان كمان من أهم مجوهراتها كان خاتم الخلود والأهداة لها زوجها جو دي ميجيو وكان خاتم مصنوع من البلاتينو وكان مرصع ب36 ماسة نادرة ولما تباع الخاتم في مزاد علني عام 1999 كانت بتنقصه ماسة واحدة فقط ولكنه حقق سعر كبير جداً كان قدره 772 ألف وخمسمائة دولار في المزاد آخر حاجة كانت موجودة في صندوق مجوهرات مارلي مونرو هي الماسة أمر بارودا واللي تم اكشافها في الهند في وقت ما بين القرنين الخامس والخامس عشر عفواً والسبعتاشر واللي ارتدتها الممثلة في جولتها الصحفية لفيلم جنتلمان بريفر بلوند وومن ورغم أن الألماسة دي كانت اتنقلت من عدد من العائلات الملكة إلا أنها تقال عنها أنها بتجلب الحظ السيء للي بيرتديها وكانت عبارة عن ماسة صفرة على شكل كوميترا وكان بيبلغ وزنها حوالي 24.4% وهي أكبر قطعة مجوهرات لبستها مارلي مونرو في حياتها الحقيقة رحلت مارلي مونرو ولكن مازالت مادة مهمة بثير اهتمام عدد كبير جداً من محبيها حول العالم كله ودي كانت كل التفاصيل متعلقة بما وجد داخل صندوق مجوهرات مارلي مونرو ومشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة